محمد أمينو البرو الماضي محمدو اختفى ليلة الخميس تقريبا حوالي التاسعة تلفنون الخلطة يدوروا يعرفوا الطبيعي على الواصلا في العادة يعود التاسعة الثامنة التاسعة يعود فاجر الدار ولاجئ وستوروا عنه جبروا تلفنه مقفولة وتم لا كلا ما هو عادي يلي صباح الصبح ياطف العادة يطلع للعمل ولا طلع عملي ما افتح ما افتح هذا المقار وعادي كفر السولان عنه وبدأنا البحث عنه جاءوا هالغزة السركة مع الشرطة وفتحوا المقار وجبروا مفق أولا رسافير اللي هو صاحب الكاميرا الكاميرا اللي تسجل تصور الزبناء وتصور العاملين ما هي فم وعاق بلاك ما اللي يفهموا عن فم مبلغ مالي مليون وخمسمية ما هو فم مفقود وتم البحث عنه من طرف الاجزاء المنية طبعا ومن طرف الاهل والأقارب والأصدقاء وذا كان يلينا يلينا عادي آمس القايلة وتصل علينا عن ذيه شاب محروق انجبر محروق في كل ليدة وقصنا في طب زايد وقصنا في طب زايد وتعرفت عليه جعلنا عنه هو ابن الأخ محمده رحمة الله عليه وجات لجهزة المنية والقضايا طبعا وجاوه للتشريح وأكدوا كاملين بعد أنه هو نفس نفس المرحوم لمحمده ولمحمد الرحمن اجبرناه بلو مشوه معنى عنه قتل مخنوق محمده كأخه كصديق كان يسان طبيعي يسان ملتزم حافظ على الصلوات اليوم اللي لاينا فقدو فيه كانوا مصلي صلاة الصبح ومسيد قده شخص مسالم طبيعي ملتزم خلوق من أهل القرآن وأهل التجويد والأداء وفقدوا بهذه الطريقة فقدوا بهذه الجريمة رواية تقلم منه وتقلم كل حد وكل حر في موريتان وفي ذا العالم يا الله السلطات يا الله تأمنه يا الله تحقق في القضية ويا الله مولي القصاص يخلق